فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم نعم النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم غير التشبه بالكفار تشبه أحد الجنسين بالآخر حتى بين المسلمين فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها من فعل ذلك فهو ملعوم لاعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به على ما يليق به ما يليق بالرجال الرجولة والشهامة ومظهر القوة ما يليق بالنساء التزيّن والتبع لأزواجهن وما يختص بالنساء فهذا من أنواع التشبه المحرم وإن لم يكن بين المسلمين والكفار وإنما هو بين المسلمين بعضهم ومع بعض في الصنفين لأن الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة المرأة أيضا كريمة في الإسلام وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها لا يستهان بها لكن كل له خصائص أعطاه الله فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل ويخسر قوة الرجال يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم والنساء تبقى على تزيّنها وتبع لها لأزواجها هذا هو المطلوب شرعا في الجنسين وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة للرجل وهذا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة وفي كل من الصنفين مصلحة بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهم في مصلحة للمجتمع أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله والناس عليها والله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين قال سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين لأنهم ينسبون البنات إلى الله ما لكم كيف تحكمون ويجعلون لله ما يكرهون البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات والله منزه عن الولد مطلقة لا البنات ولا البنين ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة كما خلق الله كل منهما وخصته بخصائص يبقى على خصائصه وهذا من مصلحة المجتمع مصلحة المجتمع ولو أنه قيل لرجل أنت كالمرأة لم يرضى فكيف يقول أن المرأة كالرجل هو لا يرضى أن يقول أنت كالمرأة وربما ينتقم من من قال ذلك فكيف يقول المرأة المرأة تكون كالرجل سواء بسواء سواء بسواء نعم سأل الله إليكم إذا كان هذا الحكم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا عن متشبهين ومتشبهات فمعنى أنها كبيرة ويدخل فيها من دعايا المساواة أو دخولا أوليا أو يكون حق بذلك نعم هو الذي ملعون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى إلى مساواة الرجل بالمرأة يدعو إلى التشبه الذي لعنى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء والنساء فهذا يكون مشاركا يكون مشاركا في الإثم لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه وحرمه ولعنى النبي صلى الله عليه وسلم